موسيقى انفوولت السيمن اللولا جربت انني نوقف ووقفت اول مره مرتقي قش انني سيت لمشى كيفاش دايرة فرحت لدرجة انني ما بقيتش عاركت كيفاش غادين عقبر انا لديك الفرحة اشنو غادين غير قيتش غادت انقول الحمدو لله انني قدرت قدرت انعود انتمشى الحمدو لله موسيقى موسيقى السلام عليكم معكم زينب أمهدي بدأت القصة ديالي النهار اللي حملت عرفت رأسي حملت كأي وحدة فرحة عجبني الحال يعني بدك البداية ديالي حملت الشهر لولا كانت شبه عادية كنت ترد في اللول شوية بشوية تولي ترد بشكل هستيري بشكسي الله حملتي ما كنتيش مشي للا في اللول لا لقد قدرت تخوى ماء تلت شهر كنت ترد بشكل مفاجئ قدرت كنت ترد بشكل مفاجئ هذا الردان يسبب لي التهاب في البنكرياس وما يكنش تناكل يعني من النصائح اللي قدر نعطي هي أي وحدة لبنات حاملة أي وحدة حاملة و هذا كانت ما تكون شخصة ضرورية كنت ترد بشكل مفاجئ وذكر الردان و هذا هو السبب الأول يعني الحاجة اللولة اللي خلتني أنني تشلل حيث اللي فيتامين ما بقى وش تدخل عندي الجسم ديالي الأعصاب ما بقى وش تتوصل لهم إنه تشلل وتريد فيه كبير في دونك كبير في البروتين في الماغنيزيوم في البوتاسيوم في الكالسيوم في الكالسيوم في بيسيس في البيدوز هذين حتما يتغطي هذه المواد جسم ودلاعة و أعصاب موش لا أعطيت تلك المحلوظة يوجد أنوا يجبون من أجل المحلوظة لقد قمت بشأن الكثير من الناس وقد يجبون أن تكون محلوظة وهم يجبون أن تكون محلوظة والحمد لله بأنني أخبرهم أنت لا ومثال أخبره وبابا بيانسيوغ وعائلة راجدية كله هي مشينا عند الطباء وعرفنا كهذاك شيء يعني مارد ماشي ذاك شيء جيل المسودة وإنما مارد عندي أنا كان عندي موقع لي فيتامين لخلاني نوصل لهذه الحالة الحمد لله بجيت ماكنش تناخد حتى شيدواء ليه فيتامين ماكنش عندي الحق ناخد حتى شيدواء كنت تنتصاب بنوبات يعني جيل الآلم اللي الله اللي عالم كيفاش كنوديرين ماكنش ممكن ناخد حتى شيء حاجة حيث كالبيبي فكر شيء يعني ايما نتخلى علي ذاك البيبي مانصبر وانا ماكنش بغى نتخلى لالبيبي صبرت لهادوك الالام كنت تنغية بجزوع لي بزاف جيل حويش مني مشيش عند الطبابة ودوزت دوزت دراج وجل الأعصاب كتلي ضروري خسك الترويض وخسك عامين على الاقل بس وقفي علي رجليك بجيت رحلة جيلترويض مع واحدة سييد وعاوني بزاف كان هناك افيدي واضحة كنا يبدو تضرب وفي كل نحظة يعني فاش تشلل لي ولا تسامتني ماذا حسنا لم تحصل الرحلة يصدمت لا تكلمت بس لهم هم تبقى لوحك لا تبقى لا تبقى ويالتقى قد يحصل يعني أني لا تصداق لا تصدق المهم في الأول كانت رأسي عندما تصدق التفضيل على رغم لكني أردت الترويض في شهرين لأنني ستقوم بها في الشهرين وقفت وقفت ستقوم بها لا أبقيت حملية الترويض المهم مع الوقت مع رجلي تتعوني مع عائلة رجلي بابا جاء عندي اخواتي تتجوا عندي كلهم تحاولوا يعطوني طاقة إيجابية ووالدي تنشوفه قدامي يتقولي لها مشيت لما نغادي نخلي هذا الولد للأم مع مرشي حاجة ما تعودة سيرت أنني فقط لم أعرفت وعرفت أن الفقدان للأم كيفاش دائر صافي نالت الشيطان وقلت لا ما تريده ماشي هو هذا يجب أن نرجع وقف على رجليا سيد وعادت أنني سألت معك في أي شيء لأنني أنتظر بأنني سألت معك في أي شيء صافي تم رائحة فرائصة قد نوقف على رجليا وتم ابتت صافي بقيت غادية غادية تشدت الشهرة الكبيرة ورجليا ضعافة بجداف ما قد نشيزتوني واحد نهار في الطرواة الطحت واتفدعت في رجليا صافي كل يوم ستوب حتى نولد وقفت وقفت فقط وقفت 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 قالت أخير من الأول أنتظر بنا أنتظر بنا أغلبت لك وقفت ليت عادي بالسجد من المصارية لحن أنت في حسب التخزء احضر الأحساس ولكن لقد خرجت للمضايا المضايق الأخير ونحن ن Lisassi كانت تباضي ونحن رائع كانت تباضي عادي لم يبالك أن ألقار وحنا نحن عادة لم يكن أولادا وتابعايا قالت لهم اليسارين لابد الفضل يعطي إلى الجنسةة الماروة وقام في 15 يوم ابدأ الرجل بالسرعة وتنجر المواركة وقام في المنطقة ثم اخطت المواركة السيارة لك تمر حتى وقت كانت اول عدد كلي كانت أول مرة يتزاعة هذه الأول مرة لم أتقشك فأنا نسيت التمشي في طورتها فرحت لأني لم أعرف كيف سأعبر ومعنال هذه الفرحة أبقيت هنالك الحمد لله فقدرت نعود من التمشي المرحل المترجم الذي ينقش البخير والأكثر مقاومة كانت تفرحتها فرحة فرحة والأسفال من اليهة أجل قالت يا لم أوقفي لم تتمشي؟ من الوقت كأني أنت وقت أنت كبيرة فرحة بأنت وكني لدي اشترك بأسفال كانت فرحة كبيرة الحمد لله كانت مشاكل اخرى في هذه الوقت كانت مشاكل لأن رجلي طران هو يخرج من الخدمة باشي بقى معايا يعني طحنا حتى في بعض المشاكل ربما تخلي على الخدمة يعني كانوا بعض المشاكل في نانسي اغتهم اللي كانوا مواركين علينا و هكذا طرينا أننا نخرج من تارودانس و جينا لأقادير و الحمد لله جينا لأقادير و قدرنا لأفتاد و انا بديت براجعة و هذا هو بوفي و ارجعت للمشاكل في اليوتيوب و ارجعت الانستغرام للمشاكل في اليوتيوب و يمكنكم ان ترى في حالات التاريخ يمكنكم ان تقوموا في حالات التاريخ و أجد اي سئلة لا أستطيع انجوا لكم او اي سؤال او اي سوأ او اي سوادة اخرى تاريخ او الغربة الكبيرة ماذا استفتعون من هذا؟ كنا نتعلم للمسك نتعلم للمسك أي شيء جاءتنا في الحياة سوف نصبره ونقوم بإطلاقنا بإطلاق الله ولا بإطلاق الله وأنا لهم يتجهون كنا تشغلهم من أهل الناس يتجهون من أهل لكن المسكتب أن تنشئوا مع الاتجاه لأنني مشيت مع الاتجاه لكل شيء يقولون لي لم يكن أقف على رجلية كنت أقف في الفقهة والروقية و لم يكن أقف على رجلية مني تحديتهم كم يقولون أنا عارفة مشكلة عندي و عارفة لكي مشيت في الطريق الصحيح و الحمد لله قدرت نقف على رجلية و أرجعت للحياة و البنت رأى دابة ولدي عنده عام و 3 شهر و هني الحمد لله تنتمشى و أقف على رجلية و كل شيء نهار فاش تزاد حيث يأتي عندي و أتباع الوحيد و سيكون أمساً والذي يبع الوحيد والحمد لله لا أقف على رجلية و لا يصلي لك المرحلة و الأمر يحبوا فقط يجب تمشى و أقف على رجلية و الحمد لله و أكبر و الحمد لله و أخبرت لكي له كل مدامة سأبدأ الحلم والشيء بالشيء و المدامة بحثم يجب أن تقديم وان شاء الله الطموح جيلي ان ندير شركة كبيرة لشيء لا ندير فيها تنظيم الحفلات تنظيم المناسبات وان شيء لا نوصل المهرجانات طموح جيلي الحمد لله كبير ودقات دقائية ان شاء الله سنوصله كما قدرت نوقف على رجليا من شاء الله ان شاء الله كل شيء اللي درسها في دماغيرها سنوصل لها ان شاء الله بإذن الله